السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الفيديو اللي بنتكلم فيه عن الايباد ميني 6 الايباد الجديد المختلف عن جياله السابقة من ناحية عتاد وأيضا من ناحية تصميم ونقدر نقول بأنه الآن نضم لأخوانا الكبار نتكلم عن الايباد اير وأيضا الايباد برو الفترة الماضية أقدر أقول بأنه استخدمته بشكل مكثف من ناحية الدراسة حيث أنه كانت فترة اختبارات وأيضا نتكلم عن مشاهدة المحتوى شخصيا العام الماضي استخدمت الايباد اير 4 واللي كان بكل تأكيد أكبر حجم من الايباد ميني ففيه جوانب صراحة افتقتها من الايباد اير وفيه جوانب اكتفيت فيها بالايباد ميني فخلونا نقول بسم الله ونستعرضها مع بعض رح تكلم عن الايباد من منظور شخصي أكثر مما رح تكلم عن العتاد وهنا أقدر أقول بأن الفترة الماضية كان رفيق دربي على حكس الايباد اير 4 اللي كان أغلب الأحيان بالبيت لأنه بطبيعي ما أحب أخرج من البيت وأنا شايل معي غراض كثيرة فلذلك الايباد ميني كان خيار جدا مناسب وكانت تجربته مختلفة تماما عن الايباد اير 4 طيب ليش أقول بأنه تجربته مختلفة عن الايباد اير لأنه بكل بساطة هذا الايباد أخف وزنا وأصغر حجما فنتكلم هنا عن أقل من 300 جرام لنسختين سواء نخذ نسخة الوي فاي ونسخة شريحة البيانات كلاهما أقل من 300 جرام وبالنسبة للحجم فهنا 8.3 إنش حجم جدا صغير تصميم مختلف وصار يدعم البصمة بزر القفل الشاشة ما صار فيها زر الهوم مثل الجهل السابق وصار عمله بشكل أكبر تقدر تأخذ معاك وما تروح بدون ما يثقل عليك راح يقدم أداء جيد في الدراسة راح يقدم أداء جيد في مشاهدة المحتوى راح يقدم أداء جيد في الألعاب ولكن عشان نبسط الموضوع بشكل أكبر بالدراسة تحتاج شاشة كبيرة خصوصا لو كنت فاتح تطبيقهم في نفس الوقت وقاسم الشاشة منها بتحتاج الكل إنش موجود حيث أنه تقدر تأخذ راحتك فلذلك إذا كنت ناوي تعتمد عليه في الدراسة بشكل قوي ولعدة سنوات ما شوف أنه أنسب خيار بالنسبة لك وبالمناسبة أيضا المقاطع الصورة اللي تشوفون في كل مكان للأيباد تراها توضح حجمه بشكل أكبر مما هو عليه في أرض الواقع فانصحكم إذا ناوي تشتروه دروا تشوفوا حجمه على أرض الواقع من خلال المتاجر الكبيرة اللي تعرضوه أمامكم فخلاصة الكلام عن الدراسة من خلال الأيباد ميني 6 راح يقول إنها ما هي تجربة سيئة ولكن ليست أفضل تجربة على الإطلاق هذه واحدة من السلبيات أمانة تاني اللي ضايقتني في الأيباد ميني لأنه هو بطبع لازم يكون صغير هذا الشيء ما حد يختلف عليه ولكن نتكلم عن الشاشة الأمامية الأطراف أكبر من اللازم فأظن أنها كانت تجربة غير موفقة من ناحة الأطراف فلو كانت أصغر كانت تعطي تجربة أفضل بكثير مما هو عليه الآن لو جيت وتكلمت عن الألعاب واللي أمانة من منظور الشخصي أشوفها أنسب جانب للأيباد ميني ليش؟ لسببين أول شيء بالمناسبة ترى الأيباد يمكنكم تمسكوه بيد وحده ما في داعي تشيلو بيدين فأتكلم هنا عن حجمه الصغير ونتكلم أيضا عن عتاده القوي العتاد راح هيئ لك الواضح أنه أنت تلعب الألعاب بدون متواجه مشاكل وحجمه الصغير اللي يجي أكبر من الجوال بشوية راحي هيئ لك أنه أنت توصل لجميع أطراف الشاشة بدون مشاكل فأنت تقريبا الشاشة كلها بإمكانك توصلها بدون ما تحس أنت قاعد شد صباعك بزيادة عن اللزوم وبرضه ما تحتاجك السوارات خارجية من ناحية اللعب بالنسبة للبطارية فهي كمتوسط راح تستمر معاك من 9 إلى 10 ساعات يعني نقدر نقول أن الأيباد راح يصمد معاك إلى نهاية اليوم بدون ما يطفي شحنه وفي القتام هذه معلومة ممكن ما تهمك يا عزيزي المتابع ولكن إزرار خفض رفع الصوت صارت هذه المرة بجانب زر القفل في الأعلى فما صارت في الجنب حكمنا انتهينا من المراجعة خلوني يقرر لكم بشكل سريع الأيباد Air 4 مع الأيباد Mini 6 طبعاً إذا كنت حاب خيار أقل تكلفة من الميني 6 عندك الجنب التاسع من الأيباد تملأ الآن عن هذا الأيبادين في نفس المؤتمر بمناسبة فخيار أقل تكلفة خيار مناسب للي حاب يأخذ أقل سعر يعني فبكل بساطة ننزل هنا ونشوف أنه الأيباد Air 4 عندنا معالج الـ A14 Bionic بينما الأيباد Mini 6 الـ A15 Bionic فمعالج أقوى راح ننزل تحت ورح نحصل أنه الكاميرات الخلفية زي ما هي ولكن الكاميرا الأمامية في الميني 6 أقوى راح ننزل تحت أيضاً راح نحصل أنه الأيباد Mini 6 يدعم شبكات الجيلة الخامس بينما الأيباد Mini 4 يدعم 4G فقط ننزل تحت كمان راح نحصل القابلية مع قلم أبل كلاهما يدعموا الجيلة الثاني نتكلم أيضاً عن الكيبوردات واللي هنا صراحة شوفوا شيء كان غير متوقع أنه الأيباد Mini 6 ما يدعم أي كفر من الكفرات أبل الرسمية اللي تحتوي على كيبورد فعندنا الماجيك كيبورد وعندنا أيضاً سمارت فوليو فإذا كنت تبقى كيبورد للأيباد Mini 6 راح تضطر تشتري أي كيبورد يشتغل عن طريق البوتوث فتقتلنهم مع بعض وبكل بساطة تتمم العملية ولكن كفراتها إلى الرسمية ما ينجيك تستخدمها على الأيباد Mini 6 تقريباً هذه أهم الجوانب اللي لازم تشوفوها بين الميني 6 وبين الأيباد Air 4 فأظن أنها كافية لتحديد الأيباد المناسب لك وأيضاً لو تكلمنا عن الألوان عندنا هنا أربع ألوان للأيباد Mini لأن الرصاصي الزهري البنفسجي نتكلم أيضاً عن اللون الجديد اللي هو الستارلايت تقدر نقول على البيتش تقريباً نفس اللون اللي معاي في المراجعة فأشوف أنه خيار جيد أمانة وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أني ما طلت عليكم وأنه أعطيتكم الخلاصة ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات ثانية وفي أمان الله